نروح بقل ستة تانية لكن المراضي من بريطانيا لأنها شغلت كل مواقع التواصل الاجتماعي من يوين بعد ما نشرت فيديو وهي على الشاطئ في تونس بتقضي بقى أجازتها وجالها خبر وفاية جوزها لكن لا ناس تتفاعل مع الفيديو وهي كلامها وإنها رفضت تقطع أجازتها وترجع بلادها علشان تحضر جنازة جوزها بسبب أنه اختار وقت خاطئ للوفاية طبعا فيديو لبريطانيا أمي عمل طبعا صدمة وجدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتير سخرت من القصة وقالوا المفروض أنه كان دالها خبر قبل وفايته بوقت كافي طبعا عشان ترتب أمورها والفيديو طبعا انتشر بشكل سريع جدا وحقق أكثر من مليون مشاهدة وألاف التعليقات طبعا وخاصة أنها قالت أن استنتعها بالأجازة اللي مستنياها من سنة أهم كتير من حضورها لجنازة تازجها اللي قرر أنه يموت في الأسبوع اللي هي بتقضي فيه أجازتها الصيفية طبعا هو يعني بصراحة خبر غريب جدا بس يعني الواحد برضو بيستعجب وبيحصل حاجات كتير جدا في العالم بيستعجب من ردود الأفعال فطبعا دي كانت الأولوية بأنها عندها أن هي يعني تقضي أجازتها وما ما فيش أي حاجة تقدر تقطع لها الأجازة فطبعا أنا لا تعليق يعني بصراحة ترجمة نانسي قنقر